للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو اختصاصية السلوك وعلم النفس ميرنا لاتقاني ميرنا صباح الخير لألك يعني بداية حدثينا أكثر عن أهمية التوعية بهذا الاضطراب اضطراب التوحد نعم عادة كل سنة عم بزداد أكثر الاهتمام والتوعية يعني هيد من عشر سنين لليوم صرنا عم نشوف سنويا كله على سعيد العالم كله عم يهتموا بالتوعية لأنه التوعية هي أهم بكتير من أنه بس نلاقي لنقول علاجات أو شيء لأنه عادة المجتمعات وقت تكون عم بتتقبل أي شخص عنده اضطراب توحد عم بيزمجوه بالمجتمع أكثر عم بيصير الأهل كمان وقت بدون يعرفوا يقدروا ينتبهوا أنه إذا الطفل عنده توحد أو لا هذه التوعية اليوم عم بتساعدهم أكثر كرميل يقدروا يعني مثل ما بيقولوا يدخلوا بشكل مبكر لأجل التوعية لأجل العلاج لطفلهم هلأ يمكن ميرنا بسبب التوعية اللي تحدثت عنها صاروا الأهل ينتبهوا أكثر في سن أصل يعني على أولادهم في سن مبكرة وبيقدروا أنه يتخذوا الإجراءات يعني المناسبة للتعامل مع الطفل طيب مدى تمكين الأشخاص ميرنا من دوي التوحد بين المشاركة الفاعلة في مجتمعتهم حدثين أكثر عن هذا الموضوع هلأ لما بيكون فيه تدخل مبكر للطفل وعم نساعدوا أنه يقدر يندمج أكثر بالمجتمع بمعنى يقدر يتواصل أكثر نساعدوا أنه ننمي له وتواصلوا اللغوي والغير لغوي كمان يقدر يحس حاله أنه هو فرد يعني لما بيكون عم بفوت بمجتمع ويحس أنه الكل عم يتقبلوا هيدا الشيء بيخليه مبكرا لما عم بيصير التدخل عم بيساعدوا أكثر لما بدوا يقدر بعض العلاجات اللي بدوا يتلقاها يعني من اللون التوعية من اللون العلاجات والعلاجات السلوكية أكثر يعني بيتلقاها هيدا الشيء بيساعدوا أكثر أنه يندمج لاحقا بالمدارسة العادية يعني هذا اللي بسبب أول نقطة أول خطوة فيها التوعية ليصير في تدخل مكر ومن ثم بيقدر يصير يعني يقدر يندمج بالمجتمع أكثر طيب خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع ميرنا يعني هنا بداية أطفال توحد هل يجب أن يكون لهم مدارس خاصة في البداية أم منذ البداية يجب أن يندمجوا في مدارس عادية وحتى مثلا في مجال العمل يعني هل يندمجوا بمجال أو العمل بشكل طبيعي؟ لا أول شيء لازم يكون فيهم مراكز خاصة يتلقوا فيها الطرق التعليمية الخاصة فيهون لما ينحس هذا الطفل صار مستعد أنه يندمج ويفوت على المدارسة الخاصة اللي هي حتى المدارسة سورية العامة اللي هي كمان مستعدة أن تتقبل هذا الطفل هون بصير صار خلاص يعني صرنا بس أول شيء يعني متل ما قلت لك لازم يكون التحضير بالمراكز الخاصة لقل وصار فيه كتير في منع هون بالإمارات وبرى الإمارات صار فيه كتير مراكز تعليمية وتأهلية للأطفال ذوي الاضطراب التوحد يعني يمكن فيه خطر كتير كبير على الطفل التوحد وعلى الأطفال اللي حواليه في حال إذا تم إدخاله في مدرسة بدون يمكن التوعية أو تأهيل بحالته ميرنا طبعا إذا ما فيه تأهيل جيد ومية بالمية يكون خلاص يعني لأيكي عنا على كذا صعيد لازم يكون الطفل جاهز على صعيد التواصل اللفظي والغير اللفظي على صعيد الحركة حتى يعني الطرق التعليمية بتختلف عن الطرق التعليمية العادية للأطفال وقت يتلقى هذا العلاج التأهيل ويصير جاهز دايما فيه أعمار معينة بحس المعالج أو المعالجين بحسوا أنه هلأ صار وقت أنه هذا الطفل أنه يندمج بس أنه نحط بمدارس عادية ونقول معلم مثلا ونحط له معلم شادو تيتشر معلم المرافق هذا شوية عم نضر الطفل ويمكن نضر الآخرين الأطفال العاديين فالطرق التأهيلية الأولية إذا أخذها بشكل مظبوط ساعتها بيكون كثير أريح له وأحسن لأله أنه يندمج مع المدارس العادية بعدين طيب خلينا نحكي شوي عن المنزل يعني تنمية مهارات الطفل تأهيله أكثر مساعدته لحتى يكون يعني من يعني يحس حاله أنه ما بيفرق عن الآخرين بأي شيء كيف يتم هذه الألية سواء من الأهل أو حتى من أشقاء الطفل المتوحد اليوم دايما نحن نشجع الأهل أنه ليس فقط يخضعوا لتدريبات كرميل يعرفوا يتعاملوا مع أطفال ذوي التوحد لا الأهل العيلي ككل كمان ننصح دايما الأهل أنه يدخلوا في جمعيات اليوم للأهل اللي عندهم أطفال من ذوي اتراب التوحد فهدولي لما بتشاركوا بتصير فيه تبادل أفكار وتبادل خبرات بيناتهم هذا الشيء كثير بيساعدهم وبصير بيتعلموا كيف يتعاملوا مع هذا الطفل لأنه هذا الشيء كثير بيساعدوا لحتى يقدر يعني قد ما فينا نحسسه أو يحس حاله صار مثله مثل الباقيين طيب ميرنا برأيك شو هي أكبر التحديات يلي بتواجه الأهالي اللي لديهم طفل مصاب يتوحد في عنا أول شيء تحديات الكلفة كلفة العلاج لأنه يمكن المراكز التأهيلية هي يمكن بتكون مكلفة شوي هي مكلفة بس طبعا كل دولة عم تدعم اليوم العلاجات للأطفال يعني ما لأنه هي فعلا مكلفة عندك شخص لكل فرد عنده توحد بده يكون في مقابله معالج يعني وغير الشادو تيتشر غير الأدوات اللي بيستعملوها يعني هي فعلا مكلفة بس اليوم الدولي كتير بتدعم هذا الموضوع يعني صار يعني أحزن هذا من التحديات كمان في عنا شيء تاني العالم تقبل العالم لطفلك اليوم ليش عم بتصير هالتوعيات وهاليوم 2 أفريل كله عم بيواعي أكتر نسيق نمشي لأجل التوحد فعاليات كتير عم بتصير لحتى العالم مش ضروري يكون عنده طفل عنده توحد لحتى العالم يعرفه أكتر عن هذا الموضوع لحتى لما يشوفه طفل يمكن عنده عم بيمارس سلوكيات شوي يمكن هني مش معهودين عليها لحتى ما يتفاجأ ولا يكونوا لكل عارفين هالشي بريح وبطمن الأهل كمان صحيح طيب أميرنا اللاتقاني اختصاصية السلوك وعالم النفس أنا بدي أتشكرك كتير لمشاركتك معنا